ومثل العلم لن تلقى خليلا وأهل العلم نعم الأصفياء كأن يأتي فيه جرح يخالفه تعديل أو يأتي فيه تعديل وفيه غمز يحتمل الجرح ولا يحتمل الجرح كل ذلك كيف ينظر إليه العلماء كيف يتعاملون معه هذه مباحث مهمة في الجرح والتعديل ثم بعد ذلك مقدمة الإمام الزهبي نفسه ثم بعد ذلك الكلام على أول راوي تكلم عنه الإمام وأيضا نبين نبل الإمام الزهبي في هذا التصنيف حتى نتعلم نحن كيف نفعل بدلا ما احنا راحين جايين نضرب في الناس ونطعم في الناس ننظر للرجل الذي يقول هاتولي الطعنات عشان أنا ردها من أجل الحفاظ على عرض العلماء يكون نقيم أهمت الجرح والتعديل بعد القرن الرابع عندما أقول لك بعد القرن الرابع القرن الرابع ده مختلف فيه أنه إيه القرن الخارج بعد القرن الرابع ده ما فيش حاجة يسمعها إبداع زي كده ما نحن فيه الآن في حاجة اسمها إتقان لفهم كلام المتقدمين شرح المعضلات والغرائب جمع وترتيب الجمع بين الأقوال الترجح بين الأقوال إنما أنه ينشئ قولاً لم يأتي من قبل فشيخنا فضيل الشيخ أدامه ربي الآن يعني متمتعاً في أنهار الجنة يا رب أمين يا رب فضيل الشيخ مصر من غير ملاد دميني هذا صاحب الرياض البان الرياض كان في كتاب أنا شرحت له إن شاء الله وفاء الحمد لله وفاء في حياتي قبل أن يموت وعطه كلام مقيس نقود 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 عطت منه أجزاء أيضاً بعد ما مات وفاء الله كان له كتاب ماتع اسمه كتاب التدليس لكن أتى ببعض الرواة الذين لم يتهموا في الأولين بالتدليس فاستقراءاً أتى ببعض شواهد التدليس وقال هو مدلس فهناك من أنكر وذكر ذلك للألباني تصريحاً يعني قالوا هو الآن يتهموا التدليس ما بيش أحد من الأولين يتهموا التدليس هل يأخذ بقولي أو لا يأخذ بقولي الصحيح كنت أنا أقول لشيخ في هذا الوقت الصحيح أنه أنه يقال له أتيت بما يأتي بي الأول لذلك لما تأتي أنت كشيخ الألباني لم يأتي الحديث ما فيش حد من الأولين في صحيح مسلم ضعفه ويجي الألباني ضعفه أنا أخطئ الألباني هذا تخطئة تمة من غير ما شوف كل اللي هو عمله حتى لأن لو تكلمنا على ميزان العلم وميزان العلم نهاية الأمر بادئ زي بد صاحب الرؤية أصلاً صاحب الرؤية مسلم أما زكاة المسألة أنه في حد يتكلم وشيخ الألباني رجح التضعيف وبعضهم يرجح التوثيق أو التصحيح له في ذلك باعة لكن ينفرد لا يقبل لا يقبل يراجع الشيخ الألباني نقول أخطأ الألباني في ذلك أين سلفك في تضعيف الحديث في مسلم دا الأمة بس لها تلقتها بالقبول ماشي الدرقني في تتبع ألزمها الدرقني أصاب في بعض وأخطأ في الكثير الدرقني بيقول عليه هو إيه ختمت الحفاظ ما فيش انتهى ما فيش حد يأتي بعد ومع ذلك أخطأ في الأكثر في المآخر تتبعها في البخاري المسلم الأكثر الحق مع من مع البخاري المتبع أنا أصلا الأكثر في البخاري إلا نادر أحرف يسيرة جدا كان يقال الدرقني ما لاتكفته هنا لكن الباقي كله كان الحق مع من مع البخاري مع البخاري فلذلك كان يجي الألباني عندما يضعف أحاديث في مسلم وأنا لم أرى أحد من الأولين قد ضعف لا يمكن أن يقوى لا يمكن أن يقوى من رجل هذا القول يرد ولو قلت لي وأنا الذي أقول ما في أحد في الدنيا إلى الآن استطاع أن يخرج تخرجات الألباني ماشي؟ ومع ذلك مع توسعة التخرجات فإنه لا يمكن أن نقول أصابة مع الإمام مسلم يعني أنه يأتي بحديث لما يتكلم فيه شكرا لو قال مثلا إذا أدب مني لو قال قال لكنه ما يكونش فيه تحجيل واسع شكرا ليس تحجيل واسع لكن هو الكلام أنت عندك كفة بالقرائم القرائم تقول الأقرب الرواية صاحب الأحاديث الذي عاش عمره وتهره للرواية وحفظها وإتقانها وهو أصلا محتك بالذين صنعوا لنا قالب العلل وصلوا علىنا قوام الإسناد فاهم والآخر كل اللي عنده اطلاع على أوراق على فعال الأولين دي قرائم القرائم تثبت إيه وأنا دوقتي جاء عندي اختلاف بين اتنين مسلم اللي فيه كل الذي قلته لك مع أنه من القرون الخليل الأولى اللي زكى الله من فوق سبع سموات اللي عاصل فيها كل من قرب الصحابة وتحت الصحابة فاهم حضرتك كل دي قرائم هو متأخر نعم أعطاه الله فضل والطلاع وسعة الطلاع أيضا والحمد لله ديانا أنا حسبك ذلك والله حسيبه لكن فقد التسكن فوق سبع سموات لما تيجي الكفة هنا إيش أفعل لكن في الترجيح أقول لك يرجح نعم ياخد منه دا اجتهاده دا اجتهاده يأتي بشيء ما في شيء سبقوا فيه الأول فبه دا هم اختدي فهمت نعم سكوتهم عن راوي نزل منزل الإجماع سكوتهم عن راوي سكوتهم عن راوي لم يجي انزل منزل الإجماع إن هما ما اتهموش بالتدليس طبعا يعني بالله دا سيفوت كده من شعبة هو جالس فهم شعبة وش قال دا قام كده قال أيحسب واحد من هذه الأمة أن يكون فيها التدليس في هذه الأمة وشعبة موجود حسبتهم بذلك شعبة كان بيقول أنه يزني خير ما أن يدلس يزني خير اللهم أن يدلس الشيخ كان لا يقوم بالحديث اللي بعد يسمع من غير عشرة الله دعكة من هذا أصلا هو هو ليش قال كافيتكم تدليس فلان وفلان وفلان فهمت وإذا نعم لو كان الحديث مثلا أصلا الحديث مثلا في مثلا بعض الرواه المتجلق فيهم في بعض الأمور والشيخ مسلا من عجم أو ترك وفعلا الحديث دي فيه إشكالية للرواه أو للرواه الإشكالية دي الإشكالية دي مرت تسع قرون أو عشر قرون ولا واحد ينتبه لها تسألني عنه قلت لك ما فهمتك هو الآن مرت مرت كله نايم مرت هو عملهم كله في الحديث مرت دون بيشربوا الحديث بيأكلوا الحديث نايمين في الحديث وما زينا انت فاكر دول واحد كان بيقول لك أنا كنت بسف في الأكل عشان ما ياخدش وقت وانت قاعد ده انت قاعد يتكلم متنك عامل كده قاعد بس في الدرس نفسه عامل كده فاهم حديث طب انت تحسب هؤلاء هؤلاء القوم أنت ممكن يعني زهنك كله يفور ماذا كانوا يفعلون وهم يعني يعني يحافظون على هذا العلم فاهم الله فاهم حديث ربنا يرضى عنك فهنا جل الاعتماد لعلماء القرن الخامس فما بعده على ما دونه أئمة الحديث ونقاده وفي القول السابقة ورغم ذلك فبعض رجال هذا القرن الخامس لا يستهم بجهودين في نقض رجال وخاصة من أمثال الحاكم محمد بن عبدالله بن حمده ابن العيم الضبي أبو عبدالله صاحب المستدرك ومع ذلك يعني قد انتقضوا انتقاضات عليها جدا لكن هذا توفى ساة أربعمة وخمس يعني هو في القانون الرابع أيضا والحفوز أبو بكر أحمد موسى بن مرضوية الأصبهاني والحفوز أحمد بن عبدالله بن أحمد بن سحق بن هراني والله هو أبو نعيم الأصبهاني وأبو ظر الحفوز عبد بن أحمد بن محمد عبدالله أبو ظر الهروي والحفوز أبو يعلى الخليلي أبو يعلى الخليلي بن عبدالله بن أحمد بن الخليلي الخليلي ده أيضا روماسة واربعين كل دول يعني قبل القادم الخامس هو الحفظ محمد بن أحمد بن حزم بس بن حزم أصلا شديد جدا يعني جاهل التلميدي وفيه شديد أيضا إذا وافق أولانا جهر التعديل أخذ به إذا انفرض ينظر في كلامه في هذا أمام وأيضا الإمام العلم الإمام بهاقي حفظ المغرب ابن عبدالبر النميري ربعمائة ستة وتلاتي ربعمائة تلاتة وستين أسف أمام المغاقي ربعمائة تمانا وخمسين ومن ذلك أيضا الخطيب البغدادي ربعمائة تمانا وستين كل الناس الذين جاءوا بعده عوالوا على كتبه ومن ذلك الحميدي ربعمائة تمانا وثمين إلى أن وصل هذا العلم إلى القرن الثامن والتاسع حظي بأئمة مهرة من الحفاظ والمعرفة والإتقان وكانوا من أعظم الناس نظرا لكنهم كانوا كالتابع للأصل ده الحق كالتابع للأصل كالذهبي والذهبي والمزي والعراقي وابن حجر والسخاوي هؤلاء لهم جهود ضخمة جدا في علم الرجال وكان الأصل في هذا الباب هو ما قلناه الجمعة والترتيب والانتقاء وأيضا شرح المعضلات والقراءة التي تصل بهم إلى الترجيح بين أقوال أهلان عصارة علم الحافظ أو تعب الحافظ في الرجال فين؟ في التقريب في التقريب وإن كان استدرك عليه في هذا الباب لأنه لخص لخصه تهزيب لخصه بالتقريب بكلمة منه هو التهزيب يعمل إيه؟ بينقل ينقل ينقل المزي اللو هم مجنون فيه شفاء الله عفاه افتقدته هنا ها؟ ونادر شفاء الله عفاه فديناه وصاحبك أنت فيه اللي بيحط البتاع على دماغه ده كمان مش دماغه ده ذخنه عارف لخناه قلته يأتي قلته يأتي عامة أولا جهودهم عالية جدا يعني كتاب يشوف الكتب التي كتبها الإمام ابن الزهبي الترخي الإسلامي السيارة علامة النبولاء طبعا هذه على التعميم في هذا الباب الأخبار لكن تعال إلى إليه وايمة يقال في السيارة علامة النبولاء لا يقرأ لأنه ما فيش السنيد تصل به إلى إيده مش ممكن السيارة علامة النبولاء هذا كتاب ضخم كبير جدا وأحمد عطى قاعدة في هذا الباب قال إن كان في الوعد إن كان في السيار فإيه؟ سهلنا عندك مزال الاعتدال مزال الاعتدال الكاشف خلناه في الرجال بس الأول مزال الاعتدال الكاشف المغني في الضعفاء يعني المغني صحيح وأيضا كبير كبير ده بتاع البخاري أبو سيدك رياضة خليك في رياضة كتب قوية جدا الحافظ نحجر كتاب تعجيل منفعة كتاب تهزيب التهزيب طيب كتاب كدف الرجال كتاب تقريب التهزيب وطبعا كتاب زي ميزان الاعتدال ايه ده انا بكلم نفسي ايه ده انا بكلم نبا ايه ده نايم هنا ولا احد يبصي للتاني كده واحد هيسلم على واحد وهجالس يا جمعا عمتا الحافظ الزهبي سبعانا تماما الموت يعني هو ابو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن القيماز بن شيخ عبد الله التركماني الدمشق الشاب قال هذا العلم للذكران للعالمين بيقولين قال هذا العلم للذكران للعالمين وصح يعني هما من النساء شوف لاخو بيقول لك هذا العلم للذكران للعالمين يعني هما نساء يعني هاجي كلمة طب خلاص عرفنا قدراتكم ايه اللي لا 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 فيها يا حبيبي طبعا اعم الراجل انت فحل انت فحل الفحول انت بقرة عظيمة عظيئة بتضحك هل ايه ياب انت بتضحك شنوه بيضحك انت عايزين تعملو في ايه يا جماعة عايزين تعملو في ايه بالله فالمو انت تعملو في ايه انت تعملو في ايه يعني متحبين في جلال صعب 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 والله شلل صحب بدأ في طلب العلم حين فلغ الثامنة عشر من عمره صراحة شمس الدين الذابي هو شمس حقا هذا رجل فحل الامام الحظن الحجر يقول خاصة وحسنة والسلام ماء زمزم ما شرب له شربت ماء زمزم حتى اصل لحفظ الزهب حتى ارتقيت انا اقول لا قد وهمت في ذلك ما في الحظن الحجر لم يصل لحفظ الزهب ولم يصل ايضا لاتقان الزهب الزهب اتقى منه جدا في مسائل الرجال وانا قارنت يعني كنت في الحمد لله في نعمة الطلب الطلب مع شيخ محمود عطية حفظه ربي وأطلب عام الحسن في عملي دائما نتكلم مع الرجال وبين له اكتب في الاجندة وأبعث له اقول اقارن دائما بالجملة التي يعطيها الحافظ والجملة التي يعطيها الزهب اعرى الموافق في الترجيح كلام الزهبي ليس كلام الحفظ لذلك انت ترى بشر عود عملوا على التقريب ايه تقريب يعني عملوا اكتاب التقريب تقريب اسمه تقريب التقريب طيب وهو اصلا هم عايزين تقريب على تقريبهم يعني حتى في استدراكاتهم على الامام الحفظ الحجر يستدرك عليهم فيها دا الحق لكن يستدرك عليهم لكن ليس هدف الذهب الذهب اتقن في الرجال من الحفظ الحجر هو طلب علم وتوجه تعناته الى علم القراءات والحديث الشريف مال إلى سماع الحديث واعتنى بي عنايا فائقة وانطلق في هذا المحطة طغى على كل تفكيره واستغلق كل حياته بعد ذلك فسمع ما لا يحصى كسرة من الكتب والأجزاء ولقي كسيرة من الشيخ والشيخات لقد حارصت ذهبية على الرحلة للبلاد العامرة بالعلماء لكن والده لم يشجعوا عليها وربما منعوا في بعض الحيين ولعل ذلك يعود إلى أن ذهبي كان وحيد أبويه فضن الأب بابنه حبا له ومخافة عليه وقد تحصل الحافظ على تأخري في الرحلة بايدا أنه أطاع أباه والتزم المشترطه عليه وأوصاه به ثم سمح له أبوه بالسفر ورحلة عندما اشتد عوده لما بلغ العشرين يعني أنه سافره وعنده عشر سنين ما نشوفه واشترط عليه أن لا يغيب أكثر من أربعة أشهر فرحل الأشياخ المشهورين في دمشق وقراها ثم طوف كثيرا في مدن بلدان سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ورحل إلى مصر والأديار المقدسة للحج والسماع واتصل دابد صلا وثيقا بثلاث من الشيوخ عصري وهم الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي وكان سهرما مش سهره كان حمما من كثير الإمام العالم ودفع ساعة 752 شيخ الإسلام وشيخ الإسلام تقييد دين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ومن بقى أحمد الحليم ده ده شيخ الإسلام ده هذا الذي قال فيه الزهبي قال حديث لا يعرفه من تهمها إيش ليس بحديث وعالم الدين أبو محمد القاسم المحمد البرزالي وهذا شفعي وطلبق معهم طيلة حياتهم وكانت هبي أصغر رفاقه سنا كان المزي أكبرهم وكان بعضهم يقرأ على بعض في فهم شيوخ وأقران في الوقت نفسي ولذلك مؤلفات كثيرة متنوعة في القراءات والحديث والعقائد وأصول الفقه والرقائق والتاريخ والتلاجم لكن الذي برز في الساحة وانتشر هو علمه فيه في الرجال علمه في الرجال علم الزهبي أن العمدة في علم الحديث هو معرفة صحيح الحديث واسقيم الحديث وعلى لي واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا وأما العالي والنازل ونحو ذلك فليس من الأصول المهمة وهذا ما تميز به ذهبي فتمكن من هذا العلم العزيز غاية التمكن فنبغى في معرفة الرجال وحوال الرواة والجرح والتعديل فعن كتاباته عالية جدا ونغض الأسانيد ومعرفة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف فجرح وعدل وصحح وعلل وفرع وأصل قلنا في كل ذلك رجح رجح واستدرك على الكبار وخالف الأئمة بالحجة والبرهان نعم فدخل في كل من أبواب الحديث وعلى لهم بعد ذلك الحافظ العراقي وهو بالفضل عبد الرحيم العراقي كانوا يقولون لما لم يفعل العراقي للأمة إلا أنه أخرج لنا من ابن حجر لا كفى ثم ابن حجر ثم السخاوي هؤلاء هم عمدة العلماء في علم الرجال حتى لا أطيل فالإخوة ترجع لترجمة هؤلاء العلماء النبلاء ويبقى لنا بعض المباحث في علم الجرح والتعديل في مسألة لو جاء الاختلاف في علم الجرح والتعديل كيف نرجح وهذا الباب هو من أعظم الأبواب يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصر فكن ما حيت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم